وظيف الجسم المختلفة زي الحركة والتنفس والبلع والإحساس وحواس الجسم الخامسة اللي هما البصر والشم والتزوق والسمع واللمس كل دولة زيف بتعملها أعضاء مختلفة في جسمنا ولكن مين اللي بيتحكم فيهم؟ مين اللي بينسق ما بينهم ويد الأوامر؟ مين رئيس جمهورية الجسم؟ كده احنا بنتكلم عن الجهاز العصبي اللي هنقول عليه مصطلح رئيس جمهورية الجسم الجهاز العصبي بينقسم إلى جهاز عصبي مركزي موجود في مركز الجسم واسمه Central Nervous System وجهاز عصبي طرفي واسمه Peripheral Nervous System الجهاز العصبي المركزي من اسمه بيكون موجود في مركز الجسم وبيتكون من الدماغ أو المخ والحبل الشوكي أو النخاع الشوكي والجهاز العصب الطرفي هو عبارة عن الأعصاب اللي بتخرج من المخ والنخاع الشوكي وبتروح لأطراف الجسم وهم منعين من الأعصاب أعصاب بتطرف من المخ وعددهم 12 زوج واسمهم العصاب المخية أو العصاب الدماغية وعصاب تانية بتطرف من الحبل الشوكي أو النخاع الشوكي وعددهم 31 زوج واسمهم العصاب الشوكية تعالى كده الأول نمسك الجهاز العصبي المركزي ونشرحه بالتفصيل أول وأكبر مكون معنا من مكونات الجهاز العصبي هو الدماغ الدماغ وزنه عند الولادة بيكون حوالي 350 جرام وفي الشخص البالغ بيكون وزنه حوالي 1400 جرام يعني النسبة ما بين وزن الدماغ عند الولادة إلى وزن الدماغ عند البلوغ بيكون حوالي من 1 إلى 4 الدماغ بيكون موجود داخل الجمجمة علشان تحميه وهنا احنا بنستنتج ومنلاحظ حاجة مهمة وهي ان وزن الدماغ بيكبر وبالتالي حجمه بيكبر علشان كده الطفل اللي بتولد جمجمته مش بتكون عبارة عن علبة مقفولة كده وخلاص لا خالص ده بيكون فيها فواصل ما بين العظم وبعضه علشان لما حجم الدماغ يكبر يقدر يساع الدماغ كله والفواصل دي بتيفل مع بعضها بعد السن البلوغة لما الدماغ بياخد حجمه الطبيعي وظيفة الجمجمة هي حماية الدماغ حماية أهم عضو في جسم الإنسان اللي هو رئيس جمهورية الجسم علشان كده عظم الجمجمة بيكون قوي جدا وبيحميه ضد أي صدمات مش بس الجمجمة هي اللي بتحمي المخ فيه كمان أغشية بتكون محيطة بالمخ علشان بتحميه وبتغزيه الأغشية دي اسمها السحاية أو الأغشية السحائية وهم تلت أغشية بيغلفوا المخ والنخاع الشوكي التلت أغشية بيترتبوا من الخارج للداخل كالأتي أو الغشاء اسمه الأم الجافية ودي اللي بتبطم عظم الجمجمة من الداخل وإحنا عارفين إن العظام دي نسيق صلب وقوي علشان كده محتاج غشاء صلب وجاف زيه وهو الأم الجافية إنما المخ هو نسيق طري ولين علشان كده بيتلتصك بيه الأم الحنون وبيكون ما بينهم غشاء بيمسكهم في بعض زي العنكبوت كده ويسمو الأم العنكبوتية يبقى كده لغشية السحائية أو الغشاء هو الأم الجافية اللي بتبطم عظم الجمجمة تاني غشاء هو الأم الحنون اللي بتكون لزقه على سطح المخ تالت حاجة واللي ما بينهم وهي الأم العنكبوتية والفراغ اللي بيكون تحت الأم العنكبوتية بيملاء سائل اسمه السائل الدماغي الشوكي وظيفته هو إنه بيمتص الصدمات وبيغز المخ الدماغ بينقسم إلى 3 مناطي وهم الدماغ الأمامي 4 brain والدماغ المتوسط أو الأوسط mid brain والدماغ الخلفي hind brain أول وأكبر جزء هو الدماغ الأمامي وبيتكون برضو من 3 أجزاء وهم كشرة المخ والمهاد وتحت المهاد لبقى كده إحنا معنا الدماغ بينقسم إلى 3 مناطي دماغ أمامي ودماغ متوسط ودماغ خلفي الدماغ الأمامي بيتكون من 3 أجزاء وهم كشرة المخ ومنطية المهاد ومنطية تحت المهاد أول منطية في الدماغ الأمامي هي كشرة المخ واسمها برضو نصفي كرة المخ لأن كشرة المخ دي لو بصنا عليها من فوق هنلاحظ أن هي عبارة عن نصين كبار نص يمين ونص شماء وبما أنهم شبه الكرة فيبقى اسمها نصفي الكرة وطرما إحنا في المخ يبقى اسمها من نصفي كرة المخ والنصين بيفصل ما بينهم شق كبير بس بيرتبطوا مع بعض عن طريق حزمة كبيرة وعريضة من الألياف العصبية نصفي المخ بيتعكسوا في وظيفتهم مع الجسم بمعنى أن نص المخي الليمين هو اللي بتحكم في نص الجسم الشمال ونص المخ الشمال هو اللي بتحكم في نص الجسم الليمين وبيتم التنصيق ما بينهم وربطهم ببعض عن طريق حزمة من الألياف العصبية العريضة واللي اسمها كورباسكالوزون إشرة المخ بتتميز بوجود مجموعة من الانخفاضات والارتفاعات الانخفاضات دي اسمها الشقوق أو الأخديد والفارق ما بين الشق أو الأخدوط هو أن الأخدوط بيكون سطحي مش عميق وبيكون عددهم أكتر من الشقوق إنما الشقوق هي المنخفاضات العميقة وبيكون عددهم أقل والارتفاعات في كشة المخ بيكون اسمها الطياط أو التلفيف والغرض من الانخفاضات والارتفاعات دي هو أنها بتزود من مساعة سطح الدماغ كل ما يزيد عدد الانخفاضات بتزيد مساعة سطح المخ يعني بتزيد عدد الخلايا العصبية وبالتالي بتزيد في مستوى الزكاء والتفكير والزاكرة وكل وظائف المخ ويقال والله أعلم إن أكثر شخص عنده عدد من الطياط والتلفيف دي هو أينشتاين أكتر شخص قدروا يوصلوا لتشريح دماغه ولحظوا إنه عنده عدد كبير من الطياط والتلفيف كشرة المخ كل نصف منها بينقسم إلى خمس فصوص وهم بالترتيب كالآتي الفص الأمامي أو الجابهة وراه بيكون الفص الجداري وراه خالص بيكون عند الأفع الفص الكفوي وبننزل تحت بنلاحظ وجود الفص الصدغي وآخر فص هو فص الجزيرة وفص الجزيرة مش بيكون ظاهر من الشكل الخارجي لإنه بيكون مضغط بالفص الجابهي والجداري ومش بيقدر نشوفه غير في القطاع العرضي لجشرة المخ تعال كده نشوف وظيفة كل فص منهم الفص الجابهي أو الامامي هو الفص اللي بيميز مخ الإنسان عن باقي الحيوانات لإنه بيكون أدبر فص في مخ الإنسان وحجمه بيختلف في باقي الحيوانات وبالتالي بيشمل الوظائف اللي بتميز الإنسان عن باقي الحيوانات زي مثلا الزكرة والتفكير والتخاذ القرات وبعد مراكز النطق والحركات الأرضية اللي إيمنا هو أن الفص الجابهي في مراكز الحركات الأرضية وبعد مناتق الزكرة والنطق يعني ممكن نلخصهم في كلمة زنحر الزين هي الزكرة والنون هي النطق والحر اللي هي الحركات الأرضية وبالتالي كده لما اسألك عن فصوص المخ اللي بيكون مسؤول عن حركة الصوابع والإيد أو اتخاذ القرات أو مثلا تعلم لغة جديدة يعني نقطة الكلمات الجديدة كل ده يكون مسكول عنها الفص الجبهي وبالتالي لو حصل شلل لشخص يعني عدم القدرة الحركة مشكلته هتكون في الفص الجبهي نجي بعد كده للفص الجداري الفص الجداري هو فص الاحساس زي الاحساس بالحرارة أو البرودة أو الضغط أو اللمس يعني الفص الجداري معظم شغله بيكون معه الجلد وبالتالي لما أقول لك مين الفص اللي بيستقبل الاشارات الحسية من جميع أطراف الجسم هتقول لي الفص الجداري بعد كده الفص الكافوي اللي بيكون موجود في القفة يعني مؤخرة الرأس وبيكون موجود خلف الفص الجداري وأعلى المخيخ وظيفة الفص الكافوي هو أنه بيحتوي على مراكز حساسة بتتحكم في حسة البصر وحتى دايما بنسمع الناس الكبيرة تقول لك ما تضربش أي طفل على أفاع علشان ما يفكتش حسة البصر علميا الكلام ده مضبوط لأن الفص الكافوي بيكون مسؤول عن حسة البصر كده فاضل الفص الصدغي الفص الصدغي بيكون مسؤول عن حسة الشم والتزوق والسمع هنا عندنا خمس حواس في جسم الإنسان وهم اللمس والبصر والتزوق والشم والسمع الفص الصدغي الوحده بيكون مسؤول عن ثلاثة وهم الشم والتزوق والسمع وبالنسبة لللمس بيكون في الفص الجداري اللي هو بيكون مسؤول عن الإحساس والبصر في الفص الكافوي يبقى كده الفص الجبهي هو الفص الوحيد اللي مش بيتحكم في أي حسة من حواس الجسم الخامسة نيجي بعد كده لتاني جزء من أجزاء الدماغي الأمامي وهي منطقة المهاد المهاد معروف في الوسط الطبي بأنه سكرتير الدماغي لأن دول السكرتير هو التنسيق والمهاد وظيفته هو أنه بينسى السيالات العصبية الحسية اللي بتوصل لكشرة المغ السيالات العصبية الحسية يعني اللي دخلها لكشرة المغ السيالات الحسية معادة حسة الشم لأن السيالات الخاصة بحسة الشم بتروح مباشرة لكشرة المغ من غير ما تعدي على السكرتيرا اللي هي منطقة المهاد بعد كده نيجي للمنطقة اللي بتكون تحت المهاد واللي اسمها برضو منطقة تحت المهاد ودي بتحتوي على مراكز كتيرة بتتحكم في الأفعال الإنعكاسية زي مراكز الجوع والعطش والسمع والنوم وكمان بتنظم درجة حرارة الجسم تنظيم مش إحساس فيبقى كده التحكم في درجة حرارة الجسم بيكون بالتعاون ما بين الفص الجداري اللي بيحس بدرجة الحرارة ومنطقة تحت المهاد اللي بتنظم درجة الحرارة وبكده نبقى خلصنا الدماج الأمامي نيجي بعد كده للدماج المتوسط أو الأوسط اللي اسمه ميت بيرين وهو أصغر أجزاء الدماغ وهو حلقة الوصل ما بين الدماغ الأمامي والدماغ الخلفي ويحتوي على مراكز عصبية بتحفظ التوازن العام للجسم وكمان بيحتوي على مراكز متوصلة بالسمع والبصر وبتنظم إلى عديد من الأفعال الإنعكاسية زي أفعال الإنعكاسية السمعية بصنا علشان نسأل عليك الدماغ المتوسط داشئيان حال يتواصل ما بين الدماغ الأمامي والدماغ الخلفي علشان كده محتاج أن نحن نديله tips وبالتالي وظيفته هنلاقيها في كلمة tips التوازن العام والب البصر والسين السمع وكمان نضيف الأفعال الإنعكاسية السمعية بعد كده آخر وزي معنا هو الدماغ الخلفي اللي بيتكون من المخيخ وأنطرة ذرول والنقاع المستطيل أول أجزاء الدماغ الخلفي هو المخيخ المخيخ بيكون شبه الأرنبيتة كده وبيكون موجود تحت الفص القفوي وخلف قنطرة ذرول والمخيخ بيتكون من ثلاث فصوص وظيفته هو أنه بيحافظ على التوازن الجسم بالتعاون مع عضلات الجسم والأزن الداخلية يعني بص كده احنا نقدر نعتبر المخيخ ده كده زي صناعي سراميك دوره أنه بيخلي السراميك موزونه معدود وبيستخدم عاميزان مية أكيد عارفينه أو سمعنا عنه قبل كده وهو عبارة عن ميزان كده بيكون في مية بيعرفنا وضع السراميك مظبوط ولا لا أو ده بيع دور الأزن الداخلية هي اللي بتعرفنا وضع الجسم مظبوط ولا لا وبعد كده بيدي إشارة للعضلات أن هي تظبط التوازن وبالتالي كده المخيخ هو من الأعضاء اللي بتتأثر بشدة لما شخص يشرب مشروبات كحولية لأنه بنلاحظ أن فيه نعدام في توازن الجسم بسبب أن الكحول بيأثر تأثير شديد على المخيخ واللي بيكون مسؤول عن حفظ توازن الجسم بعد كده نروح لقنطرة فارول والنخاع المستطيل اللي اتنين دورهم أنهم بيوصلوا السيارات العصبية من الحبل الشوكي إلى إجزاء الدماغ المختلفة والعكس صحية النخاع المستطيل بيكون في مراكز حيوية جدا 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 من أهمها المراكز التنفسية زي عضلات الحجاب الحاجز والعضلات بين الدلوع اللي بتنقبض وتنبسط علشان تساعد في عملية التنفس كمان النخاع المستطيل بيكون في مراكز تنظيم حركة اللوعية الدموية عارفيني أن الشرين بتحتوي على عضلات بتنقبض وتنبسط علشان تحرك الدم بداخلها اللي بينظم الموضوع ده هو مراكز عصبية موجودة في النخاع المستطيل وكمان في مراكز البلع والقي والسعال والعطس وبالتالي كده حيات الفرض بتتوقف على عمل الدماغ الخلفي لأنه بيكون فيه النخاع المستطيل اللي بيحتوي على مراكز حيوية مهمة في جسم الإنسان بص علشان نساعد عليك في الحفظ النخاع المستطيل عليه من فوق كده كنترة اسمها كنترة فورل وبتحس إنها عاملة زي القبعة فممكن نلخص وزيف النخاع المستطيل في جملة تحس قبعة الته التنفس والح حركة العموية الدموية والسين السعال والقاف القيء والبه البلع والعين العطس المكون الثاني للجهاز العصب المركزي هو النخاع أو الحبل الشوكي واللي بيكون يمتداد من الدماغ وبيبدأ من النخاع المستطيل وبيمتد بطول العمود الفقري النخاع الشوكي ما بيقلش أهمية عن الدماغ علشان كده بيتم حمايته بعظام العمود الفقري وكمان مرضو بيتغلف من الخارج بالأكشية السحائية زي الدماغ وبنفس ترتبهم من الخارج للداخل الأم الجافية بعد كده الأم العنقبوتية بعد كده الأم الحنون وبيكون موجود داخل قناة على طول الفقرات اسمها القناة الشوكية أو القناة العصبية طول النخاع الشوكي بيكون حوالي 45 سنتي وبيكون مجوف من الداخل علشان بيحتوي على القناة في النص كده اسمها القناة المركزية نسيج النخاع الشوكي بيتكون من طبقتين طبقة داخلية اسمها الطبقة أو المادة الرمضية علشان لونها بيكون غامق وبتقول على شكل حرف الـ H والطبقة التانية هي الطبقة الخارجية والاسمها الطبقة أو المادة البيضاء وأكيد طبعا على شلنها أبيض الفكرة في موضوع الألوان ده هو أن النخاع الشوكي بيتكون من الخلال العصبية والخلية العصبية بتتكون من جسم الخلية والزوايد الشجيرية وبيخرج منها محور الخلية محور الخلية بيتغلب بمادة دهنية بيضة عزلة اسمها مادة المايلين ومادة المايلين دي بتكون موجودة في المحاور بس ومش بتكون موجودة في جسم الخلية العصبية لما أجسام الخلال العصبية كلها بتتجمع مع بعضها في منطقة معينة بيكون لونهم غامق فهي دي بقى المادة الرمضية والمحاور أو ألياف الخلال دي لما بتتجمع مع بعضها بتكون لونها أبيض فبتكون المادة البيضاء وبكده النخاع الشوكي بيتكون من طبقتين الطبقة داخلية هي المادة الرمضية اللي قوامها بيكون من أجسام الخلال العصبية والزواد الشجيرية وكمان خلايا الغراء العصبي والطبعة الخارجية وهي المادة البيضاء اللي قومها من الألياف العصبية وبالتالي كده أكتر مناطق الجهاز العصبي بيكون فيها مواد دهنية هي المادة البيضاء لأن قومها من الألياف العصبية اللي بتحتوي على مادة الميلين البيضاء الدهنية المادة الرمضية الداخلية دورها أنها بتعتبر المركز الرئيسي للأفعال الانعكاسية وده لأنها بتحتوي على ألاف الأقواص الانعكاسية القوص اللي انها كاسي بيتكون من الخلية العصبية الحسية والحرقية والموصدة علشان الخلية العصبية الحسية دورها انها بتنيل الاشارات الحسية من عدو الاستقبال زي الجلد مثلا وبتوصله للخلية العصبية الموصلة اللي بتوصل ما بين الخلية الحسية والحرقية بعد كده الخلية العصبية الحرقية بتنيل الاشارة الحرقية لعدو الاستجابة زي العضلات او الغداد فبقى كده اسمه فعل منعكس حصل في الحبل الشوكي علشان فيه ألاف من الأقواس الانعكاسية المادة الرمضية في النخاع الشوكي على شكل حرف الـ H يعني ليه أربع قرون اتنين ناحية البط فنقول عليهم القرون البطنية أو قرنين بطنيين واثنين ناحية الظهر فنقول عليهم القرون الزهرية أو قرنين زهريين إنما بالنسبة للمادة البيضة الخارجية وظيفتها إنها بتعمل قناقل أو موسل السلطة العصبية من جميع أجزاء الجسم المختلفة إلى المراكز الرئيسية في الدماغ والعكس صحيح وزي ما الحبل الشوكي بيتكون من المادة الرمضية داخلية ومادة بيضاء خارجية الدماغ برضو بيتكون من المادة الرمضية وبيضاء ولكن أمكنهم في الدماغ بتكون عكس الحبل الشوكي في الدماغ المادة الرمضية هي اللي بتكون خارجية والمادة البيضاء هي اللي بتكون داخلية شكرا